موسيقى أسعد الله وقاتكم بكل خير متابعي التقصى العرب في السعودية أنا وسهلا بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي تراجع على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية الغربية بعدما شاهدت أجواء حارة خلال الأيام الماضية أيضا حرارات تبقى أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت العام في العديد من مناطق المملكة وتقص بارد نسبيا ليلا في عموم المناطق سؤال أقمى الصناعية الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم توضح أخلو عموم مناطق المملكة من الغيوم حيث ستقص في أغلب مناطق المملكة باستثناء بعض الغيوم العالية والمتفرقة بدون فعالية التي عبرت أقصى شمال المملكة نذهب الآن إلى خراءة توزيع الكتل الهوائية من يوم الخميس إلى يوم الأحد حيث يلاحظ استمرار تأثر المملكة بكتلة هوائية ذات درجة حرارة أقل من المعتاد درجة الحرارة تبقى أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت العام في المنطقة الشرقية والوسطى والشمالية أيضا المنطقة الشمالية الغربية ستشهد تراجع على درجات الحرارة بعدما شهدت خلال أيام الماضية أجواء حرى حيث تأثرت بكتلة هوائية حرى لكن هذه الكتلة الهوائية حرى ستتراجع وتنحصر عن تلك المناطق وبالتالي تعود درجات الحرارة تشبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت العام في منطقة تبوك وأذن منطقات الجوف أنظم الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث يصبح تقص صافي مع تقص مال للبرودة 20 درجة مئوية فقط أما بالنسبة لثلاث أيام القادمة درجات الحرارة تستقر حول 32 درجة مئوية مع تقص صافي أما الصغرى تستقر حول 20 درجة مئوية أيضا مع تقص صافي بالتالي يشهد تقص مائد للبرودة خلال ساعة الليل يستدعي لبس فلابس أكثر دفعا خاصة خلال ساعة الليل المتأخر والصباح الباكر إلونا تندي نشرطنا للقاء اشتركوا في القناة